سلام عليكم يا أصدقائي ومرحبا وأهلا وسهلا بكم مجددا أو مرحبا في قناتكم التعليمية وأيضا مرحبا في فيديو جديد في فيديو اليوم وبإذن الله تعالى سوف نقوم بحل وشرح فرض في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية أو في مادة الفيزياء هدنا الفصل الأول أكيد الفصل الأول لتلاميذ السنة الثانية متوسط النموذج رقم واحد أو النموذج الأول ولن أكثر الكلام ولنبدأ مباشرة مع الفيديو إذن ما هو الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي؟ يعني وش هو الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي؟ كيف قد نعرف هذا التحول الفيزيائي ولا تحول كيميائي؟ هنا الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي در نجدول أحنا نعطفه الإخسلافات عندنا تحول الفيزيائي والخاصة استاعه والتحول الكيميائي والخاصة استاعه التحول الفيزيائي مثلا عندي لا نحصل على مواد جديدة يعني المواد رح تبقى نفسها وما نشرح نحصله ومش رح تتكون مواد جديدة اما بالنسبة للتحول الكيميائي رح نحصله ورح تتكون مواد جديدة يعني نحصل على مواد جديدة لم تكن قبل التحول الان عندي لا تتغير خصائص خواص المادة الابتدائية تحول الفيزيائي يعني بعد التحول مش رح تتغير الخواص يعني قبل التحول وبعد التحول مش راح تتغير الخواص متاع المواد اللي بدينا بهم يعني قبل التحول اما بنسبة التحول الكيميائي فالعكس راح تتغير الخواص متاع المواد الابتدائية يعني المواد اللي بدينا بها او المواد الاصلية يعني قبل التحول لان عندي التحول الفيزيائي يمكن الرجوع للحالة الابتدائية يمكن الرجوع الى الحالة الابتدائية يعني نقدر نرجع للحالة الأصلية أو الابتدائية الآن عندي التحول الكيميائي لا يمكن الرجوع للحالة الابتدائية بالنسبة للتحول الكيميائي ما قدرش فيه نرجع للحالة الابتدائية أو الحالة الأصلية يعني عندنا ها هوكي الفرقات بين التحول الفيزيائي أو الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي ومن خلال هم راح نقدر نعرف إذا كان هذا التحول الفيزيائي ولا هذا عبارة عن تحول كيميائي الآن عندي التمرين الثاني بنسبة التمرين الثاني قالي أنقل ثم أكملي الجدول نحن نقل ونكمل الجدول لدي الجدول الجزيء نكتب الاسم من تلكه عدد ونوع الذرات التي تكون منها هذا الجزيء وأيضا مجسم الجزيء مجسم الجزيء الآن عندي المجسم يعني الرسم الجزيء هنا عندي غاز الميثان غاز الميثان عدد ونوع الذرات وينها ذرات تكون منها غاز الميثان وعادة العدد انتحة ونحن نرسم المجسم هذا الجزيء الآن عندي الجزيء نحن ماعطاه ليش وعدد ونوع الذرات ماعطاه ليش الآن نعطاني هذا الرسم عندي زوج ذرات هيدروجين وعندي ذرة أكسيجين الآن نحن نعطي وش هو هذا الجزيء وعدد ونوع الذرات العدد ونوع الذرات والنوع انتحة الآن عندي الجزيء الثاني ماعطانيش هنا قال لي عدد ونوع ذرات ذرتين اكسيجين يعني زوج ذرات اكسيجين ورح نرسمه مجسم هذا الجزي زوج ذرات اكسيجين هنا الآن عندي غاز كلور الهيدروجين غاز كلور الهيدروجين هنا عدد ونوع الذرات وراح نرسمه أيضا هذا الجزي هذا الآن عندي الجزي ذرة كبريت وذرة حديد هذا عدد ونوع ذرات ذرة كبريت ذرة نتح كبريت وذرة انتهى حديد الآن نرسمه هذا الجزي الآن عندي جزء غاز الميثان حنكتبه عدد ونوع الذرات بالنسبة الغاز الميثان حيتكون من ذرة كربون واربع ذرات هيدروجين ذرة كربون هاي كي تكون سوداء اللون واربع ذرات هيدروجين اربع ذرات هيدروجين اربع ذرات هيدروجين الآن عندي هنا الجزء هو الماء الماء من واش يتكون هنا لاحظوا يتكون من ذرة اكسجين وهو ذرة اكسجين وهاته هيدروجين الماء الماء أنا زرات الثنائي ثنائية او غاز الاكسجين لم توقيعون أن نقول غاز ثنائي اكسجين يعني نقول غاز غاز لا يقول غاز ثنائي ثنائي غاز أوحيدة غاز الاكسجين يتكون من ذرتين من الاكسجين think it's fine السابق من الأكسجين الآن عندي غاز كلور لهيدروجين رح يتكون من ذرة كلور وذرة هيدروجين الكلور هنا عندي اللون تحو أخضر وذرة هيدروجين ذرة هيدروجين اللون تحو رح يكون عبارة عن رمادية الآن عندي هنا ذرة كبريت وذرة حديد يعتبر الجزء هنا اسمه كبريت الحديد كبريت الحديد يعتبر ذرة كبريت وذرة حديد ها هو ذرة كبريت وذرة حديد الوضعية الإدماجية الآن وضعت أميمة كمية من الخل داخل قارورة زجاجية وكمية أخرى من بيكربونات السوداء وأغلقتها بإحكام وذلك قصد دراسة تأثير الخل على بيكربونات السوديوم فلاحظت فوران المحلول وتساعد غاز يعني أميمة حطت كمية من الخل داخل قارورة زجاجية وحطت كمية أخرى من بيكربونات السوداء وغلقت هذه القارورة بإحكام وهذا لأنه بغاية تدرس تأثير الخل على بيكربونات السوديوم وهنا مش لاحظت تلاحظت تبلي المحلول هنا راه يفور فوران المحلول وتساعد غاز بداية تساعد غاز هنا واحد سمي نوع التحول الحادث بين الخل وبيكربونات السوديوم هنا برر إجابتك راح نبرر الإجابة يعني علاء هنا إذا كانت تحول فيزيائي علاء وإذا كانت تحول كيميائي علاء ثانيا لو قامت أميمة بقياس كتلة كمية المادة يعني قبل تحول تحول ترى كيف تكون كتلة المواد الناتجة بعد تحول يعني الكتلة هنا هل راح تكون محفوظة ولا مش راح تكون محفوظة وهنا راح نعلله أيضا وثالثا ما اسم الغاز المتساعد يعني الغاز المتساعد هنا وش اسمه وارسم مجسمه راح نرسم المجسم نداعه وكيف يتم الكشف عنه يعني وكيف نقدر نكشفه عليه هنا الآن عندي الإجابة واحد سمي نوع تحول الحدث بين الخلوة بيكربونات والسوديو مبرر إجابتك هنا التحول الحادث أو نوع تحول الحادث هنا أو الحاصل هو عبارة عن تحول كيميائي راح نبرر الإجابتنا أكيد لماذا لأنه هنا يختفاء مواد الحل الإبتدائية المواد الحل الإبتدائية اختفات وتشكلت مواد جديدة يعني خرجنا هنا غاز هنا تشكل غاز أو تشكل مادة جديدة هو عبارة عن دليل علاقة حدوث أو حصول تحول كيميائي وأيضا تشكلتنا مواد جديدة في النهاية واختفات مواد الحل الإبتدائية أنا عندي ثانين لقامة أميمة بقياس كتلة كمية المادتين قبل التحول ترى كيف تكون كمية المواد النتجة عفوا بعد التحول على الليل يعني هنا��들 تكون كتلة المواد النتجة عفوا with moreimos موساوية للكتلة قبل التحول دائما في التحول الكيميائي للكتلة رح تبقى محفوظة رح تبقى محفوظة رح تبقى ماحفوظة هذه لازم تذكرهمها إذا انتالم تكون كتلة المواد النتجة بعد التحول موساوية يعني راح تساوي للكتلة قبل التحول هذا لانه رانا غطيناها راه القرعة مغلقة بإحكام الكتلة ما عندها ما عندها وين راحت لكن لو نحينا الغطاء انتاع القارورة هذي لو نحيناه لو نزعناه هنا راح يخرج الغاز تكون عنده كتلة يعني كي رح الغاز تروح الكتلة انتاع الغاز يعني هتتغير الكتلة ولكن هنايا رانا خلينا الغطاء انتاع القارورة مسدود هنايا اذا الكتلة هنا راح تكون محفوظة ما عندها وين راحت لان عندي التبرير لان الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي لانه الكتلة راح تكون محفوظة خلال التحول الكيميائي اذا عندي هنا كتلة النواتج الكتلة النواتج معناها الكتلة انتاع بعد التحول الكتلة تع المواد بعد التحول يساوي كتلة المتفاعلات يعني الكتلة تع المواد ناتجة تساوي الكتلة انتاع المواد الابتدائية يعني كتلة ناواتج يسوي كتلة المتفاعلات الآن عندي ثريثين ما اسم الغاز المتصاعد ورسم مجسمه وكيف يتم الكشف عنه اسم الغاز المتصاعد هنا هو غاز ثوناء اوكسيد الكربون اللي نقولولو S-O-2 SY-O-2 هنا هذا هو اسم الغاز المتصاعد لأن نحن نرسمه المجسم منتع غاز ثوناء اوكسيد الكربون نرسمت على المجسم تاعه عندي هنا يا غاز ثونائي أوكسيد الكربون هنا أحب أن نضح حاجة عندي هنا مثلا غاز ثونائي أوكسيد الكربون عندي ثونائي أكسيد ثونائي اوكسيد معناها اوكسيجين اوكسيد معناها اوكسيجين معناها اوه ها واكي اوكسيجين اوكسيجين والكربون هنا ذرة كربون ذرة واحدة يعني واحدة تاع كربون عندي هنا واحدة تاع كربون سي واحد نموظلها بسي واحد ذرة تاع كربون معناها هنا وش عندي؟ عندي زوج ذرات زوج ذرات اوكسيجين يقول ان اكسيد مش intoxicaten هنا سجول زرات ويوجدا ويوجد زرات وىكس posicaten هنا نعرف كيف نشرسم المجسم انا نعرف ثنائية فعا يوجد زرات وىكس olehكس beiden في الاحمر وى الغ magnesium وهي العبانة من المجسم اalet ا personalities وكيف يتم الكشف عنه يتم الكشف عنه بتمريره في رأي قلكلس فيتحكر يعني كنمره في رأي قلكلس سيتحكر وهذا دلالة على أنه الغاز المنطلق هنا هو غاز هنا يقشير الكربون أو CO2 ولم يتبق لي إلا أن أقول لكم مع السلامة وقد وصلنا لنهاية الفيديو فإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب اشتركوا في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد أنشره على قناتي ومع السلامة